شايفين حبيبي شكل المسحوق النهاردة عنامل مع بعض كده مسحوق بضرة للملابس الصمرة المسحوق ده هو تعيب على طريقتي انا والاول مرة في جميع الحائلة على اتمنى للفيديو نال اعجابكم فتابعوا معايا الفيديو لو اول مرة تتابعوا القناة فضلا وليس امرا ياريت انتوا تدعموني كده بالاشتراك في القناة وما تنسوش فعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل الفيديو هدي وياريت كده تدعموني كده حبيبي باللايك والشير عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير اللي هي تشوفه هنا هنحتاج بقى للوصفة معانا النهاردة صابون الفحم اللي انا كنت مقدمها لكم قبل كده في القناة كنت عامل لكم الطريق متاحته وكنت عاملة نهارة كمية كبيرة للبشرة يعني كنت عاملها خاص للبشرة فانا النهاردة بقى الصابون دهوت قلت بقى ايه اخد منه نص كيلو كده هوت وعمل به الوصفة فانا البشرة كده كمية منه وهنا نحتاج لكربوناتو نص كبات كربوناتو وعنحتاج لزهرة برضو الزهرة بتبقى حلوة للملابس الغمقى والملابس البيضة بتزهزه الالوان كده وكمان بتزهزه الابيض يعني هي كويسة جدا شايفين ده كده الصابون كنت عاملها نحيشة ايه كم حتة عشان يعني ابشرهم كده معاكم ونورركم انا عاملته ازاي طبعا انا عاملت الكمية دي جهزتها اه على الناحية الدايقة خالص في المبشرة اللي هي ديت مش الواسعة اه حبدأ اللي انا ابشر الصابون كده هوت اه بزي ما احنا شايفين بينزل معايا نعم ايه خالص اه فحبدأ اللي انا ابشر كده الصابونة اه هي الناحية الدايقة دي بتبقى حلوة بتخلي الصابون ينزل معايا مبشور ايه نعم يعني مش مش خشي نحي اللي هي مطعت الطماطم دي اه فانا حبشر اللي كان حتة دولت حبيت بس اللي انا اه قبل مبشورهم كده اورركم شكل الصابونة نعم ولو انتوا عايزين تعرفوا الطريقة متحته تقدروا لانتوا تدخلوا في الفيديو كده وتشوفوه موجود في القناة اه عايبقى معايا بنفس الطريقة كده هكمل بقية الكمية اللي معايا اه كده بعد ما خلصت الصابون كده انا بشرته كده كله اه حبدا بقى لانا ايه احط كده اه اسمه على صاجي نعم وادخلوا كده على الفرن على اقل درجة اقل درجة كده في الفرن نعم اعرف الفوق خالص واتسيبوه كده هوت ايه لحد يعني لو هو فيه يعني اطار شوية او فيه رطوبة فتبدأ اللي هي تروح منه يعني فكده بعد ما بيخدش وقت كده ايه خد معايا حوالي اه عشر دقايق او ربع ساعة في الفرن بيبقى معايا ناشف خالص اه بنفس زي زي ما زي ما احنا شايفين كده اه بعد ما بيطلع بقى معايا من الفرن حبدأ بقى ايه اكون بقى معايا الكابة متاعة الخلاط اه حبدأ اللي انا احط كده شوية بشوية وابدأ اللي انا اطحنه ناعم خالص هينطحن معايا بكل سهولة يعني مش هيعزبني يعني اه غير لما اجي ابشره يعني ابشره واتحنه كده على طول فهيعزبني طبعا في الطحن لخطوة الفرن ديت مهمة جدا نعم اه حبدأ بقى اللي انا ايه اه اضربه كده في الكابة متاعة الخلاط يعني ضربتين كده ما بيغيبش بيانطحن معايا بسهولة يعني فانا كده ايه حضرب الكمية اللي معايا دي كلها كده انا عامها في الكابة متاعة الخلاط اه هتتحول معايا لمسحوق كده بدرة زي اللي احنا بنجيبه منبرة بالزبط يبقى احنا كده عاملنا مسحوق في البيت بكل سهولة اه ده كده حبايب شكله شايفين شكله جميل ازاق هنا هفضيه بقى كده في اي علبة عندك لحد ما خلص الكمية اللي معايا اه كلها شايفين شكله جميل ازاق عبارة زي المسحوق اللي بره بالزبط عامل بقى الكمية دي كده كلها بنفس الطريقة اللي انا ورتها لكم كده انا عاملت الكمية عيت اه تحنطاها كده هوت كلها تحولت معايا لمسحوق بدرة جميل جدا نعم طبعا دي كده ايه اول خطوة كده عدت فاضل بقى ايه بقى الفضل خطوة تانية. اه حب ده اللي انا احط نص كوباية كربوناتو. الكربوناتو قلنا اه بيزهزة بيحافز على الالواء نعم. وبيخليها مزهزة كده. على الالوان الملابس اللي احنا اه بيستخدمها سوا بقى ملابس ملونة وملابس صمرة. فهو بيبقى جميل جدا نعم. وكمان اللي هو بيحافز لنا كمان على الغسالة. لو احنا استخدمناه في قلب الغسالة بيقلل الرغوة. اه فبيبقى امن. اه امن جدا في احنا استخدمه في الغسالة كمان نعم. اه حب ده اللي انا احط بعلقتين اه كبار كده من الزهرة. الزهرة الزرقة. الزهرة ديت حلوة جدا برضو. اه للابيض والالواء نعم. يعني لو ملابس بهتانة عندك واستخدمتها في الملابس الملونة. اه حتلاقيها اللي هي بتزهزها. يعني بتخليها بزهزها وحلوة. فالوصفة نطاعة النهاردة بصراحة المسحوق ده هو هو رهيب جدا. والاول مرة محدش عامل الطريقة دي. اه انا بقدمها لكم الاول مرة على طريقتي انا. اه وليا ريت كده لو الفيديو عجبكم تضغطوا لايك عشان الفيديو ده يوصل لناس كتير ويستفادوا منه. هنا نقطة هنبدأ بقى اللي احنا نقلبهم كده على البتجاز لحد ما يسخون. اه في قلب المقلية. هنا انا بهز المقلية بهزها كده بعمل الحركة ديت. وحتشوفوها بقى معي. انا بقلب اهوة بهزها كده اهوة. بهز المقلية باديا كل شوية. اه زي ما احنا شايفين. نعم. طبعا الخطوة دي انا مصورها لكم بالتفصيل يعني ما اعطعتش منها حاجة عشان تشوفوا المراحل بتاعتها بتاعت التسخيق نعم. اه زي ما احنا شايفين كده. اهوة. شايفين نعم. طبعا انا يعني مش مبطل تقليف فيه. اهوة. كده اي زي ما شفنا بقى شفناه كده ايه مع بعض بحطوا بقى ايه على المسحول اللي انا عملته من الصبو. نعم. واقلبوا كده ايه مع بعض. بقلبوا كده كويس. وكده خلص معايا. كده المسحوق كده يعتبر ايه كده خلاص خلص معايا. وده كده مسحوق بضرة للملابس الصمرة. بيدينا نظافة جميلة جدا وكمان اللي هو اه يعني بيحافظ لنا كمان على الالوان اللي احنا الوان الملابس. سوى ملابس الصمرة او ملابس ملونة. اه كده. شايفين شكله جميل ازا انا دلوقتي هنشوف هنجربه لكم بقى دلوقتي عملي. انا جبت مية. حبدال انا بس الصابون المسحول انا عملته ده هوت. اه في بلاستيكاية كده صغيرة. اه حبدأ اخد بقى ايه شوية كده منه. ولازم بقى ايه? اه ده كده شكله حبيبي. اه حبدال انا اخد شوية كده وحطوه في قلب المية. ولازم لما تيجا تغسلي ايه ملابس اه اي ملابس صمرة. اه فلازم اللي انت بتقلي بها على على ظهرها. ما تغسلهاش على وشها. ومع المسحول اللي انت عتغسلي به. اه لازم اللي انت تحطي خلي. يعني حتى لو انت فيه شوية ملابس صمرة عندك وعتغسلوه في قلب الغسالة. تخطي كبات خل في قلب الغسالة. اه بتحافز برضو على الالواء. نعم. وبالنسبة برضو للتنشير. اه يعني لو انت نشرت الهدوم حول الشمس ما تجيش عليه. يعني نشرةها من بالليل والصبح هتكون نشفت تشليها قبل الشمس ما تيجي عليه. فدي كده برضو خطوات برضو اللي انت تتحافزي عن ملابس الايه الصمرة. اه انا نقلتها بس في الكروانة اللي كان فيها الصبو. نعم. اه لسبب علشان اه دي معيها اكبر شوية وحب ده اللي انا احط فيها يعني الملابس اللي عندي عشان اجربها. انا نوت بحاول اللي انا اورركم الرغوة. اه الرغوة بتاحته جميلة جدا. طبعا نصف كبات الكربوناتو اللي انا اضفتها بتقلل الرغوة شوية. عشان كده انا بقول لكم اللي هو يبقى امن جدا كمان على في الغسالة كمان تستخدمي فالب الغسالة سواء غسالة عادية او اوتوماتيك. شايفين? يعني انا حتى بعمل بقدية. في رغوة بس الرغوة بسيطة برضو يعني مش رغوة جامدة يعني. فهو امن جدا. نعم. اه زي ما احنا شايفين. نعم. اه نقط بقى حب ده اللي انا نقط بقى حط شوية حاجات كده عندي. اه دي طرحة كده هوت انا حطتها. لازم كده هوت زي ما قلنا المسحوق ده هوت هتحطيه تستخدمي معاك خل في قلب الغسيل. يحافز برضو على على الوان الملابس. ده كده تشيرت متاع ابني. اه شايفين هو كده على ما تغسلوش على وشه. انا نقط حقلبه على الظهر. وحطه في قلب الايه? في قلب المية. اي هدوم اي هدوم بتغسليها لبيع على ظهرها وحطيها. سبيعها بس نص ساعة كده في قلب المية اللي انا عملتها ديت. انا هنا عسيبها نص ساعة. وبعد كده اشتفها واطلحها بقى واشتفها ونشرها. يعني دي طريقة ايه جميلة? انا نقط بزود مية تانية. عشان فيه برضو مطلون تاني بتاع ابني عدى اللي انا اضيفه. فعشان بس يعني ايه? الكمية بس ايه? المية تبقى كافية معاة اللي انا احط المطلون. نعم. اه هاجب بقى المطلون كده عشان احطه. مطلون هو المطلون ده هو لون رصاصي. يعني هو كده على ظهره. فانا بورركم برضو. هو ده كده لون رصاصي ومتع ترينج. اه حب ده برضو اللي انا اخسله. عشان اقرركم برضو ممكن تخسله اي حاجة كحلي. اه اه رصاصي. اصمر حاطتلكو التلات تلوانة هوت في الكروانة. طرحة صمرة. شيرت كحلي. مطلون رصاصي. فالمسحوق ده هو تخسله بيه اي حاجة ملونة. اه هنا حسابه من نص ساعة وبعد كده اشوفه ومنشره. ده كده المسحوق اللي انا عملته معاكم. جميل جدا وروعة. اتمنى بقى اللي انتوا تقدروا تعبي ومجهودي وتدعموني كده باللايك والشير. وتشاركوا الفيديو دهات في آآ على الفيس وفي كل حتة عشان الناس تستفادوا بالوصفة دي. آآ الوصفة دي اتحصلي الاول مرة. محدش عاملها على جميع انحاء العالم دي على طريقتي انا. آآ اتمنى انتوا تقدروا تعبي ومجهودي. وتدعموني باللايك والشير. وتشاركوا في القناة. اشتركوا في القناة.